بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام الطيبة والليالي الطيبة التي نصوم نهارا رمضان فيها ونسعد بالقيام صلاة القيام والدعاء وقراءة القرآن في ليلة رمضان نعد الله تعالى أن يتقبلنا وأن يحسن خاتمتنا في هذا الشهر المبارك بالمغفرة والرحمة والعدق بالنيران نقف في هذه الحلقة مع حب الوطن حب الوطن لا شك أن كل واحد فينا يشعر بالحنين والفطرة والارتباط بالأماكن التي يعيش فيها ونحن في مصر والحمد لله بلد الأمن والأمان البلد الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم أكثر بالنص خمس مرات وبالإشارة إلى مرات كثيرة تفوق فوق السبعين وجاء رجل من أقصى مدينة أسعى في مصر جعلني على خزين الأرض في مصر يعني آيات كثيرة تتكلم عن مصر ويعني بركات مصر زرعا ومعادنة وانظر إلى أرض سيناء المبركة التي تجلى الله تعالى فيها لسيدنا موسى عليه السلام فحب الوطن أمر فطري حيث يحيى الإنسان مع زملائه وأقرانه وأهله ويعني الشباب والنشأة وحب الديار أمر فطري ولذلك وجدنا أن الشرع الشريف جعل حب النفس أيضا أمر فطريا ولا يجوز الاعتداء على الأنفس ولا على مدون النفس واحترام الإنسان وكل يعني يحترم جسد الآخر ويحرم على الإنسان أن يعني يقتل نفسه ينتحر والعزب الله ولكن يجوز الدفاع عن وطن وأن يستشهد الإنسان في سبيل الدفاع عن وطن هنا الحالة الوحيدة التي تبيح الدفاع يعني الإنسان يعني يقدم روحه يقدم نفسه دفاعا عن وطنه وينالي الشهادة فهذا يدل على ماذا يدل على أن الوطن من الأهمية بمكان لأن هذا الوطن هو مكان العبادة مكان السعادة مكان العيش المكان الذي يباشر الإنسان فيه رسالته في الحياة المكان الذي ينعم فيه بالأمن والأمان الأمن والأمان يعني سيدنا الرسول يعني من أصبح آمنا في شربه معامفا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيجت له الدنيا بحذاف رهة هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمن حينما سيقز من نومي وأهدأ أجد المكان هادئا ونجد ما شاء الله الشرطة يعني تؤدي رسالتها ولا يوجد إزعاق في الشارع ولا يوجد إفساد في الأرض ولا يوجد اختلال في أمن الدولة يعني يسعد الإنسان بأداء دوره في الحياة من أصبح آمنا في شربه كيف آمنوا في مكاني إلا إذا كان الوطن آمنا إلا إذا كانت الصغور والحدود آمنا وكل شيء في مستقره آمنا فإنما إذا تزت أركان الدولة إذا طمع العدو في مقدرات الدولة هنا يعني الشرع فتح ولا تحسبن لذينا يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربيهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله إلى آخر الآيات هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الوطن غال على أن الوطن يعني ينبغي أن نقدسه لا نقدسه كعبادة ولكن أن نحترمه لأن هذا الوطن نؤدي فيه أعمالنا الزراعية والتجارية والصناعية وتسجل آثرنا وحسناتنا في هذه الأمال أنا رجل فلاع نؤدي أعمالي ويعني هذا الحب الذي إن شاء الله أحصده يأكل منه الزرع يأكل منه الطير ويأكل منه الحيوان ويأكل منه الإنسان ونصدر منه ويقتات البشر يعني هذا والله تعالى يعني وأنفق منه ويخرج منه الزكاة والله تعالى يعدوني بالتوبة الجزيرة في الإنفاق وأنا الصانع أيضا يعني أصنع والحمد لله يعني نسيجا أو آلات محددة وأكتهد في كذا خدمة وطني لأن هذه الآلات يعني ينتفع بها المواطنون ويعني ربما يلبسونها أو يدافعون بها أو يعني يضعون فيها أمتعتهم إلى آخر هذا يدل على مازل على حب البطن وخاصة مصر التي اختصها الله تعالى بمزايا عديدة وجعل فيها خيرا كثيرا يعني نظر إلى أمنا هاجر عليه السلام انظر إلى أمنا هاجر يعني أم المؤمنين للأنبياء يعني زوج خليل إبراهيم عليه السلام انظر إلى إبراهيم عليه السلام رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق الله من الثمرات ما أمنا منهم بالله ولهم من الآخر هذا يدل على مازل حب البطن إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى أن يعني يترك زوجته زوجته يعني أمنا هاجر عليه السلام أمنا هاجر أمنا يعني بتركها في هذا المكان والرضيع وكيف عقيدة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة أمة في العقيدة أمة في الأقلاق أمة في خصال القير يضرب الله تعالى لنا به المثل وبعدين دعا لهذا المكان وهذا المكان أيضا يعني مبارك نعم ويعني والله تعالى استجاب دعاء إبراهيم وتجبأ عليه الثمرات من شتى الآفاق نعم انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالهجرة وحينما يعني كان الحنين إلى مكة يعني ويعلم ويقاطب مكة كأنها كأنها يعني يتكلم معها إنك لأحب البلاد إلى الله و لأحب البلاد إلى الله وإلي ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت يعني هذا يدل على ماسه يدل على حب الوطن وعلى يعني حب المكان وعلى حب يعني الكعبة والمكان المبارك ورأيناه صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المدينة دعا الله تعالى أن يحببهم في المدينة وأن يبارك في صاعها وأن يبارك في ثمرها وأن يجعل حبها يعني حبهم لها أشد من حب مكة وأن يبارك في ثمرها أضعاف مكانها في مكة شوف انظر انظر إلى حب المكان لأن المكان هو الذي يواشر فيه المرء الطاعة والقربات وحب الناس والجران وصلاة الأرحام والآثار الطيبة فهذا يدل على أن ومن ثم الدفاع عن الوطن تنمية المواطن تنمية الثمرات المقدرات الوطن فالمورة صلى الله عليه وسلم ولو أن أكتبنا عليهم فيه أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوهم إلا قليل منهم معنى ذلك إيه؟ معنى إن حب الوطن قارين النفس يعني كما يحب الإنسان نفسه أيضا يعني كيف يقرقوا ويتركوا يعني أهله ويعني المكان الذي يعني فيه ارتبط وهواءه أصبح يعني جزءا من حياته فهذا يدل على أن الفطرة يراعيها الله سبحانه وتعالى ويلفت أنظارنا إلى أننا لا يصح أبدا أن نبخل بحبنا الوطن ولا يصح أبدا أن نبخل بما نستطيع أن نقدمه للوطن مثلا ظروف البيئة وتعليمات البيئة لابد أن نحافظ عليها الشوارع تبقى نظيفة المجرى النيل يبقى نظيفا صح أن نلقي فيه القازرات أو يعني ما يتعلق المصانع ما يخرج من المصانع من أمور فاسدة الوطن الوطن هواء أرضا طرابا أودية أنهارا بحارا يعني هذا يدل على أن الوطن ينبغي أن نحافظ عليه حب الوطن يعني ليس شعارا فقط ولكن أن يكون فعلا طبيقا ينبغي أن نسعد أن نكتمع أن نتعاون أبناء الوطن الواحد على أن نكون قوة لأن الوطن عبارة عن أرض عبارة عن بشر فحينما نكتمع على كلمة واحدة وعلى أن ندافع عن أوطاننا وأن نرتقي بأوطاننا وهذا الأمر للفضل لأن في النهاية الوطن أمة دولة شعار تقدم حضارة فكما أن الله تعالى جعل مصر في القرآن وأشار إليها بالنص مرات كثيرة وبالإشارة مرات كثيرة فوق السبعين آية كريمة تكلم عن مصر ينبغي أيضا أن نحصل يبقى الجند المصري معروف وقوي وله هيبته فكذلك أيضا سمعت مصر ووطن الوطن المصري قوته ضربت في التاريخ حتى وجدنا الحضارة الفرعونية القديمة يعني لا ينظر إليها وفرعون لنا جاب يعني وفرعون ضرب الله تعالى بالحضارة الفرعونية آية من آية الله تعالى يعني الجانب اللي فساد فيها لو نظرنا إليه نعم ولكن أيضا الناحية الأخرى وفرعون دي الأوتاد الأوتاد معناها هذه الأوتاد وهذه الجسس المحنطة ينبغي أن نلحظ فيها التقدم التقني التقدم الهائل كيف لهذه الجسس المحنطة يعني منذ آلاف السنوات ولا يعرف الغرب إلى الآن يعني التقنية التي تمت لبقاء هذه الجسس إلى الآن لم تفسد لم يصبها الفساد لماذا؟ لأن هناك علماً عند هؤلاء القوم علماً يعني ارتقوا وبلغوا شأواً بعيداً في العلم لحفظ هذه الجسس المحنطة فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أننا أن نسعى وأن نرتقي بوطننا وأن نبلغ الأشد بوطننا والحمد لله يأخذ بأيدينا يعني انظر إلى داود عليه السلام يعني انظر إلى ماذا كان يصنع علم الله تعالى كيف يعني يصنع الدروع التي بها يضع المحارم المقاتل وهذه الدروع على صدره لاتقاء سهام العدو يعني هذا إيه؟ هذا يدل على أن الإسلام يأخذ بأيدينا إلى أن نعد أنفسنا إلى أن نعد يعني وأعدوا لهم وستطعتم من قوة لأن القوة الرامية في الحديث شريف نعم إنما القوة تتعدد بها الآن إلى الطائرات وإلى الصواريخ وإلى البوارك وإلى الغواصات كل ما يتعلق فالوطن ليس أفراداً فقط وإنما عقول إنما هي عقول تتعلم عقول تتفهم عقول ترتقي عقول تحافظ على مقدرات الوطن وعلى كل ما يتعلق بثروات الوطن وإن العمل على تنميته والأخذ بأيدي الشباب وبأيدي الكبار وبأيدي الصغار إلى حب الوطن وإلى الحفاظ على مقدرات الوطن وإلى نهضة الوطن والسبل التي يبغي أن نرعيها أخذاً من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث وجدناه يفخر بأن يكون يعني محافظاً على كل ما يتعلق بمقدرات الوطن وشوف كيف كان يسعد رسول الله عليه وسلم حينما كان في غزوة مثلاً أو في سفر ويعود إلى المدينة كان حينما يرى يعني جدران المدينة كان يعني يستحث الدابة استحب البعير الجمل على سرعة حباً للوطن حباً لأهل الوطن أحد جبل نحبنا ونحبه يعني يحب أهل الوطن يحب أهل هذا المكان وأسأل القرية التي كنا فيها يعني أهل القرية فهذا يدل على أن حب الوطن أمر فطري وهو قارين النفس إنما نهاكم نرى إذن قاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم يعني الإخراج إخراج الإنسان من الوطن قهراً أمر صعب أمر صعب أنظر إلى الهجرة إذ أخرجه والذين كفروا ثانية اثنين إزما في الغار إذ يقول الصحيب لا تحزن إن الله إخراج قهري ولذلك كان النصر من الله يعني نزل القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد رد المولد رسوله ونزل وانتصر ورجع بعشرة آلاف وما كانه الله تعالى من رقابهم وكان العفو منه صلى الله وسلم عن هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه وأخرجوا الصحابة وهذا يدل على أن حب الوطن أمر فطري وهو قرين الروح وقرين يعني النفس وقرين يعني مقناة الإنسان وينبغي أن نحافظ على وطننا وأن نرعى حق الوطن بالتنمية والحفاظ على البيئة والحفاظ على أنهاره وبحاره وشبابه ونسائه وأن نسعى جاهدين جاهدين جادين الارتقاء بوطننا هذا هو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته